موسيقى الفيديو تبعنا اليوم هو مهمة أكتر من تجربة قيادة مهمتنا اليوم نكتشف سر حب الأوروبيين لسيارات الألفا روميو ولتساعدنا بمهمة اليوم معانا الألفا روميو جوليا هذه السيارة هي سيارة سيدان تتنافس بأسواقنا مع سيارات مثل المرسيد السي كلاس البي ام دابليو ثري سيريز والاودي اي فور يلا خلينا نبلش مهمتنا لليوم ولا تنسوا كالعادي تشتركوا بقناة يلا موتر هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا كل جديد طبعا من أول أسباب حب الأوروبيين لسيارات الألفا روميو هو التصميم تصميم الألفا روميو جوليا مثل ما احنا شايفين عم بجمع بين تمييز تصميم أي سيارة ألفا روميو مهما كانت قديمة أو حديثة واللي راح تميزه مباشرة بالشبك الأمامي المثلث اللي عم بيحمل شعار ألفا روميو هذا الشعار اللي هو يعتبر من أقدم شعارات السيارات بالعالم وإذا كان حدا فيكم بعرف معنى هذا الشعار أرجوكم بتركوا لنا تعليقاتكم أسفل الفيديو طبعا الألفا روميو جوليا عم تحمل بتصميمها فخامي بتتوقعها أنت بهاي الفئة من السيارات ولكن ملفوفة بطابع رياضي عم نحصل عليه طبعا مع خطوط القوة المستخدمة على مقدمة السيارة وعلى جانب السيارة ومن خلف السيارة عم تاخد شكل عريض بجمع أيضا بين الجمالية والقوة ولتضيف لهذا الطابع الرياضي النسخة اللي معنا اليوم عم تحمل هاي الجنوط الرياضية بهذا اللون الرمادي اللي هي طبعا بقياس 18 إنش وأيضا عم تيجي مكابح الفرامل بلون أصفر مميز جدا أما مصابيح الألفا روميو جوليا فعم نحصل على مصابيح كبيرة كتير عم تحتل مساحة كبيرة من مقدمة السيارة وطبعا هاي المصابيح عم تحصل على إضاءة نهارية LED وأيضا عم تحصل على إضاءة جانبية بتكشف لك الطريق وأنت عم بتلف بالسيارة وأنا شخصيا بظن أنه أنت بألفا روميو خاصة بمدينة مثل دبي راح تتميز عن كل المنافسين ليش لأنه سيارات مثل المرسيدس البي ام دابليو والأودي شوارعنا مليانة منها ولكن لما أنت حتكون بقلب ألفا روميو جوليا عم تسوقها على الطريق راح تكون شخص مميز جدا بسيارة راح تلفت انتباه الكثيرين من الناس وهلأ منيجي للسبب الثاني اللي بخلي أي شخص يحب الألفا روميو جوليا وهذا التصميم اللي حكينا عنه بالخارج واللي هو كان فخم ورياضي بنفس الوقت لسه عم بنعكس معانا بالداخل فتصميم السيارة فعلا أنيق وجميل ورائع وعم بيعطيك فخامة وإحساس رياضي كله بنفس الوقت كيف هيك؟ أولا نبلش بأنه التصميم إحدى الميزات اللي عجبتني فيه هو الانسيابية الموجودة على التابلو واللي هي ذكرتني أيضا ببعض سيارات فراري هون بالمقدمة وكمان مقدرتهم أنه دمجوا الشاشة للنظام الترفيه داخل هذا التصميم فبسيارات مثل البي ام دابليو أو الاودي عم نجد هاي الشاشة على شكل تابلت معلق على أعلى التابلو هون وبتجيك أيضا إحساس الفخامة طبعا بالسيارة من استخدام الجلد الطبيعي الموجود بهذا اللون الفعلا الجميل جدا المستخدم بالألفا روميو جوليا اللي معنا اليوم وهذا اللون أيضا عم بنعكس معنا بجلد على التابلو وعلى الأبواب وأيضا استخدام الجلد مخيط كمان ومطرز هون بالأعلى بالتابلو بالعادة أنا من الأشخاص اللي ما كتير بيحبوا استخدام الخشب داخل السيارة خاصة إذا كان هذا الخشب من نوع بلاستيك بيشبه الخشب ولكن الخشب المستخدم داخل الألفا روميو جوليا معطينه هذا اللون الرمادي وهو بيعطيك إحساس الخشب الطبيعي وعننا إياه بشكل كبير على الكونسول الوسطي ووجود كمان على التابلو هون ومنجده على الأبواب بالأمام وبالخلف أما الإحساس الرياضي بالسيارة فعم بيبدأ معنا بتصميم فتحات نظام التكييف اللي عم تيجي على شكل دائري بالأمام وبالخلف كمان وكمان عم زيد هذا الإحساس الرياضي شكل العدادات اللي كمان ذكرني أو مستوحى من سيارات فراري أيضا وكمان عنا مقود رياضي من الجلد مسطح من الأسفل وفيه عم نجد زر تشغيل المحرك مثل السيارات الرياضية أما خلف المقود فعم نحصل على هاي البدل شيفترز أو مقابل تغيير سرعات القير المصنوعة من الألمنيوم واللي هي حجمها ومقوقعها بذكرني تماما أن هي مستوحات من سيارات الفراري وللتحكم بنظام الترفيه الموجود على هاي الشاشة عندنا بالكونسل الوسطي ثلاث أقراص القرص اللي بالنص هو القرص اللي أنت بتقدر تتحكم فيه بكل أنظمة السيارة الموجودة على الشاشة هو طبعا بذكرنا مباشرة بنظام MMI للتحكم الموجود بسيارات آودي واللي هو طبعا لمجرد ما تلمسه تجد أنه نوعية المواد وجود التصنيعه أقل من الآودي بكتير ولكنه بيعمل بشكل جيد وبيقدر يحركك بسهولة داخل كل لوائح السيارة وعلى يمينه عم نحصل على قرص صغير للتحكم بالنظام الصوتي ونظام الصوتي بهاي السيارة طبعا نحصل على 14 سماعة من شركة هارمان كاردن أما على اليسار فم نحصل على قرص اختيار وضعيات القيادة من ثلاث وضعيات واللي هي دايناميك للقيادة الرياضية ناتشرال للقيادة العادية داخل المدينة ولتوفير الوقود عم نروح على وضعية Advanced Efficiency وبمنتصف هاي القرص في عندك زر وانت بنظام دايناميك بمجرد ما تضغط عليه بتقدر تختار وضعية Soft لتعليق السيارة وطبعا من الجوليا عم نحصل على تجهيزات كتير كمان فالسيارة مزودة بنظام تكييف أوتوماتيكي Dual Zone للسائق والراكب قلنا كمان مع فتحات تكييف من الخلف وايضا السيارة مزودة بنظام بلوتوث للاتصال تقدر تتحكم فيها من الأزرار الموجودين على المقود ومن ناحية الثاني من المقود فيه أزرار تتحكم بنظام تثبيت السرعة وايضا السيارة فيها نظام لتنبيهك بالخروج عن المسار وفيها أنظمي ورادار بتقدر تنبهك لأي استضام محتمل والسيارة بتقدر تتدخل وتضرب فرامل بمجرد ما هي تحس انه فيه أي سيارة أمامك أو عائقة وحتى بعض المشاة أمام السيارة وهلأ منوصل لأهم الأسباب اللي بتخلي أي شخص يأشى الألفا روميو جوليا وهو قيادة السيارة فهي السيارة من الثانية لأولى اللي راح تسوقها فيها راح تحس بمدى الإحساس العالي والدقة والتحكم اللي عم تحصل عليها من مقود القيادة فعلا هذا الشاسي اللي صناعه مهندس فعلا بيعشاء القيادة أعطى لجوليا تحكم كتير عالي خاصة على المنعطفات مع أنه السيارة اللي معنا عم تحصل على محرك أربع سلندر اثنين لتر عم بيولد متين حصان بس لكن هذا ما عم بيقلل من متعة قيادتها خاصة بمجرد ما تفوت أي منعطفات وطبعا اللي عم بزيد متعة هاي القيادة هذا الجير بوكس اللي عم نحصل عليه اللي هو أوتوماتيكي من ثمان سرعات ولكن تغيير السرعات فيه كتير كتير سريع وما بتقارن بأي سيارة بهاي الفئة وطبعا مع وجود البدل شفتز اللي حكينا عنهم المستوحيين من سيارات فراري راح تضلك يغروك لحتى تستخدمهم لتستمتع بقيادة الألفا روميو جوليا أكتر فعلا أحساس عالي جدا عم نحصل عليه من مقود القيادة وطبعا السيارة بما أنها دفع خلفي هذا عم زيد من متعة القيادة الرياضية فأنت بالدفع الأمامي بتحس أنه في سحب عم بصير بالسيارة لكن مع الدفع الخلفي بتحس أن السيارة والقوة عم تجيك من وراء وعم تدفع السيارة لقدام ومجرد ما تفوت أي منعطف واو التحكم فعلا تحكم عالي بتعطيك يا السيارة وأنت بتعرف بالزبط مع كل حركة صغيرة عم تعملها للمقود وين السيارة عم تتوجه معاك بالزبط ولكن مع كل هذا الإحساس الرياضي في الجوليا كمان ما تخلت عن فخامة القيادة وحتى وإنت بوضع دايناميك بتقدر بضغطة زر واحدة تحصل على السسبنشن بوضع سوفت في التعليق هون هيكون أطرع وحتحسوا كتير عم بمتص كل المطبات والتعرجات الموجودة بالطريق لكن طبعا إنت لما تروح على وضعية ناتشرل السيارة كمان عم بتقلل من حساسية دواسة الوقود من الصوت اللي عم بيجيك من المحرك ومن الدفع اللي عم بيجي بالسيارة اللي تحصل على قيادة أيضا فخمة أنت بتتوقعها كمان بهيك فئة من السيارات وفيه شغلة حلوة طبعا لما نفوت على نظام الإيكو عم بطلع عنا شاشة بتورجيك خارطة الكرة الأرضية وأنت كل ما تحافظ أكتر على الوقود هاي الكرة الأرضية بتتلون بلون أزرق أكتر بتخليك تعرف أنه أنت عم بتتوفر وقود أكتر وعم بتحافظ على البيئة كمان أكتر وهذا كله خلاني هلأ أتمنى أني أقود الجوليا بمحركات أقوى طبعا نقدر نحصل على محرك اللي هو 2 لتر تيربو كمان ولكن بيولد 280 أحصان وطبعا أتمنى أني أقود الجوليا كوادريفوليو واللي هي عم تحصل على تيربو V6 من فراري عم بيوصل ل 500 و 5 أحصان مع كل هذا التحكم فعلا هتكون قيادة جدا ممتعة شو نتيجة مهمتنا لليوم شوفوا يمكن السيارات الألمانية المنافسة تعمل أشياء كتير أحصن من الألف روميو جوليا لكن إذا أنت شخص عندك شغف بالسيارات وحب لمتعة وإثارة القيادة فالألف روميو جوليا هي سيارة صنعت حوالين شغف وحب وإثارة ومتعة القيادة وأنا من اليوم رايح راح أحترم أي شخص راح ودفع المية وخمس وستين ألف درهم اللي بكلفوك لتجيب الجوليا بالنسخة اللي معنا اليوم أو يمكن أكتر لتختار محركات قاوة وتجهيزات أعلى بالسيارة مش بس راح أحترمه بس راح أشكره كمان لأنه زين طرقاتنا بهيك آلة جميلة مثل الألف رومية وجوليا أرجو تقول أنه تكون عجبتكم التجربة اليوم وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة